لسه الشباب صوت الجامعة وكل شابه وليه أحلام ومصر شايفانا وسمعا وكلنا بصين قدام هم الحياة والمستقبل ونور عيون مصر وروح واللي النهاردة بيحلاموا بس هيحققوا بكرة مح ومن المكان اللي احنا موجودين فيه ده من جامعة سهاج نحتافي اليوم بنمازج شابة متميزة ورائدة في مختلف المجالات السلام عليكم ورحمة الله سيادة الرئيس السادة الحضور من كل قلوبنا بنرحب بكم على أرض سهاج وسعداء جدا لوجودك معنا يا سيادة الرئيس تشريف حضرتك لنا النهاردة يوم تاريخي لمحافظة سهاج اسمي محمد عبداللطيف من كلية الطب البشري جامعة سهاج خلال دراستنا في الكلية احنا طلبة المجال الطب خصوصا بتواجهنا كثير من التحديات زي صعوبة التعلم بالطرق التقليدية تشريح الجسس والحيرانات وكمان التفاعلات الكيميائية الخطيرة وبناء على توجهات حضرتك يا سيادة الرئيس ورؤية مصر 2030 ودعمكم المتواصل للبحث العلمي والابتكار أنا وزميلي قدرنا نوصل للحل وده من خلال وحدة التكنولوجيا الطبية واللي فيها بنستخدم تقنيات الزكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز اننا ننشئ محتوى تعليمي تفاعلي يقدر يساعد الطلاب على توفير الوقت والجهد والموارد وكمان يقدر يوصلوا للمحتوى ده في أي وقت من أي مكان وعدد لا نهائي من المرات خطة التنفيذ كالآن تكلفة إنشاء الوحدة الواحدة حوالي 500 ألف جنيه مصر تشمع الأجهزة تطبيقات السوفتوير والدعم الفني واللوجستي وبدعم حضر تكلينا يا سيادة الرئيس نقدر نعمم التجربة دي في كل الجامعات المصرية شكرا سيادة الرئيس بنرحب بيكم مرة تانية شرفتونا ونورتونا سيادة الرئيس السيدة الحضور شرفتونا ونورتونا على أرض سهاج أنا اسمي نادا حسن كلية العلوم جامعة سهاج حضرتك كان بتواجهنا بعض المشاكل أثناء دراستنا في أجهزة الكشف عن الإشعاع إنها مش متوفرة في السوق المحلي بنستوردها من الخارج وبالتالي تكلفتها بتكون عالية وكمان صيانتها بتكون صعبة وهنا كان التحدي بالنسبة لك طلبة كلية العلوم إننا نوظف العلم اللي تعلمناه ونوجد البديل والحمد لله قدرنا نصمم جهاز للكشف عن الإشعاع وقياس الجرعات الإشعاعية بتكلفة أجل 50% من المستخدم حاليا وكمان سهل الصيانة والتطوير وبالفعل يا سيادة الرئيس احنا طورناه وحملناه على ريبوت ذات الحركة عشان نقدر نوسع نطاق الكشف عن الإشعاع ونحمل عنصره البشري من خطر التعرض المباشر للإشعاع اللي بتوصل أضراره للإصابة بالحروج الإشعاعية وإصابة ببعض السرطانات اللي بتأدي للوفاة وبكده يا سيادة الرئيس ممكن نستخدم الكاشف والريبوت في كل الأماكن اللي بتتعامل مع الإشعاع والمواد المشعة زي المستشفيات الجامعات هائة الطاقة الزرية محطات النووية وكمان أماكن الحفر والتعدين وبكده نكون جدرنا نساهم في استراتيجية حضرتك ورؤية مصر 2030 من خلال دعم الصناعة والابتكار وكمان تقليل الفاتورة الاسترادية للبلد بتوفير منتج محل الصن عالي الكفاءة وبسعر كمان منخفض هيقدر يلبلنا احتياجات السوق المحلي وكمان هينافس في السوق العالمي بنشكر حضرتك يا سيادة الرئيس والسيدة الحضور سيادة الرئيس سعداء جدا بوجود حضرتك في سوهاج النهاردة اسمي مونار السيد في كلية العلوم جامعة سوهاج عندنا في مصر 7.5 مليون من الصم وضعاف السم عشان احنا صوت كل اصم وهدفنا تحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 أسسنا منصة تكلم لإشارة تجربية والتي من خلالها بنساعد في حل بعض المشكلات منها صعوبة التحصيل الدراسي للصم وضعاف السم وعدم توفر المناهج التعليمية والبرمجة ومهارات سوء العمل بلغة الإشارة أونلاين وبناء علي الحل الذي نقدمه ترجمة المناهج الدراسية والدستور وتدريب الصم على مهارات سوء العمل والبرمجة وتدريب أولياء الأمور لتنمية مهارات أبنائهم وتدريب الموظفين بلغة الإشارة وكمان بنوفر خدمة الفيديو كول خطة التنفيذ في 2022 أنشأنا نسخة تجربية للمنصة و2023 بنأمل أن نطلق المنصة بكافة خدمتها ودامج سنقدر نحققه غير بدعم سيادتك شكرا جدا سيادة الرئيس أهلا بك سيادة الرئيس وبكل الحضور الكرام نورت سوهاج معاكم هاجر أحمد من كليت الزراعة بجامعة سوهاج مصر في الأساس بلد زراعية ومن أهم التحديات التي تواجهنا وخصوصا في المزارع هو إهدار ألاف الأطنان سنويا من سمار الفاكهة للأسف يتم التخلص منها بطريقة ضرة للبيئة كما نسيادتك أطلقت مبادرة للكشف المبكر عن مرض السمنة لأطفال المدارس والذي من أسبابها تناول سناكس غير صحي وفي إطار رؤية مصر 2030 أنا وزميلي فكرنا في المشكلة وجمعنا الحل نحن نعمل سناكس من شرايح الفاكهة المجففة الخالية من المادة الحافظة أو السكر الصناعي أنها تحقق أعلى استفادة وقيمة غذائية للطلاب أنها تحتوي على أكثر من 6 جرام ألياف و7 من 10 جرام بروتين و340 كيلو كالوري طاقة في 2021 بدأنا خطتنا التنفيذية وقدرنا نوصل لنموذج أولي من المنتج وهذا الذي شجعنا أن نعمل شركة نشأة لكي نتطور في الإنتاج في 2022 أنتجنا نصف طن مجفف وبدعم سيادتك وتوجيهاتك المستمرة قدرنا نتواصل مع مبادرة إبدأ عشان يساعدونا يكون عندنا مصنع ننتج فيه من 50 ل60 طن مجفف شهريا ده هيفتح لنا فرص في التصدير في الأسواق الأوروبية وبكده نحقق عملة صعبة لبلدنا شكرا سيادة الرئيس السيد الرئيس بنرحب بحضرتك والضيف الكرام في محافظة سهاج اسمي أيمن مراد كلية العلوم جامعة سهاج حضرتك كانت بتواجهنا تحديات في بعض المجالات زي الصحة والزراعة والمياه والأسار فاحنا كما أعمل تطبيقات البلازمة بكلية علوم جامعة سهاج فكرنا أننا نواجه التحديات دي باستخدام البلازمة البلازمة هنا أحب أن نوح أن هي الحالة الرابعة للمادة وليست بلازمة دم حضرتك في مجال الصحة واجهنا مشكلة جروح مرضى السكر وباستخدام البلازمة قدرنا أننا نصرع من معدل التقام الجروح دي بشكل كبير وآمن وفعال في مجال الزراعة استخدمنا البلازمة أننا نعالج البزور الزراعية وبكده نزود من معدل نموها وكمان إمكانية زراعتها في الأماكن الصحراوية بكفاءة إنتاجية عالية في مجال المياه البلازمة كتقنية وتكنولوجيا حديثة متواجدة بقوة في تنقية ومعالجة مياه الشرب وحاليا يا فندم نفكر في معمل تطبيقات البلازمة أننا نستخدم البلازمة في حل مشكلة ملوحة المياه وتحليل المياه الملحة كمان البلازمة كانت موجودة وبقوة في مجال ترميم الأثار عن طريق أن هي بتقدر بكفاءة عالية نرمّم بها القطع الأثارية النذرة سيادة الرئيس احنا بنحلم أننا ننتقل من المجال البحسي للتطبيق على أرض الواقع بدعم سيادتك المستمر سيادة الرئيس حابب أشكر حضرتك على دعمكم المستمر للبحث العلمي وتوجهاتكم بتطبيقه على أرض الواقع طبقا لرؤية سيادتكم لعام 2030 شكرا يا رئيس سيادة الرئيس أهلا وسلام بحضرتك في محافظة سهاج حضرت السيدة الضيوف الكرام نورتونا وشرفتونا اسمي سامويل جرجس كلية سيدلة جمعة 6 أكتوبر وأحد أبناء محافظة سهاج نحن مجموعة من الطلبة والخرجين لاحظنا أن المجتمع السهاجي عندنا بيواجه مجموعة مختلفة من التحديات أهمها تراكم المخلفات الزراعية عند المزارعين وكمان زيارة اهتمام الشباب بالأكل الصحي وخاصة بعد جائحة كورونا عشان كده نحن نفذنا فكرتنا أن نحن نأخذ المخلفات الزراعية اللي ممكن تعمل مشكلة بيئية كبيرة نستخدمها في زراعة نوع من أنواع عيش الغراب اسمه المشروع المحاري وده نسبة الدهون اللي فيه واحد في المية فقط فممتاز كأكل صحي وكمان نعمل إعادة تدوير لمخلفات المشروع والمحاري الزراعية كأعلاف حيوانية أو كأسمادة زراعية لأنها بتحتوي عن نسبة نيتروجين عالية سيادة الرئيس حضرتك احنا بدأنا في غرفة صغيرة ثلاثة فاربعة وقدرنا أنا وزميلي اللي احنا نتوسع وحاليا نشغلين في صوبة زراعية مساحتها ستين متر مربع بطاقة انتاجية نص طن شهريا احنا بنستخدم اسلوب الزراعة العمودية وده بيتحللنا ان احنا نطلع اكبر كمية انتاج ممكنة من اقل مساحة وطبعا بعيدا عن اراضي الاستصلاح الزراعي الرأي بتاعنا الرأي بالرزاز يعني اقل كمية مية ممكنة بالمقارنة مع المصادر البروتينية التانية الحمد لله قدرنا نوفر قطعة ارض مساحتها خمسة فدان وتواصلنا مع مبادرة ابدأ عشان يساعدونا في انشاء مزرعة محروم محاري متكاملة ملحق بيها مصنع لمنتجات المحروم المحاري زي البنية والبرجر لانهما اطلبوا كتير جدا مننا في السوق وده هيتحلنا ان احنا نعمل شراكات مختلفة مع وزارات زي وزارة الصحة وزارة التجارة والصناعة وزارة السياحة في النهاية سيادة الرئيس حضرتك نورتنا في سهاج نورتونا وشرفتونا كلكم